أنا سؤال كريم ما معنى الأوابين كما ورد في قوله تعالى في سورة الإسراء فإنه كان للأوابين غفورة الأوابون جمع كلمة أواب جاي على صيغة مبالغة من الفعل آبا آبا يعني رجع طب جاي أواب يعني فعال دي صيغة مبالغة يعني مش يرجع مرة ده بيرجع كتير فالأوابون هم الذين يكثرون من الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار ويتبون إلى مولاهم من الذنوب والخطايا وصفهم بصيغة المبالغة أوابين فعالين لهذا الفعل يقومون بالرجوع كثيرا إلى مولاهم بالتوبة والاستغفار لشدة تعلق قلوبهم بمولاه فمعنى الآية الكريمة فإنه كان للأوابين غفورة إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر ويرحم أولئك الذين يتوبون إليه بصدق توبة الصادق توبة اللي بيكتهدوا فيها ويكثرون من الرجوع إليه على طلب يرجعونه يقول أهل التفسير في تفسير إنه كان للأوابين غفورة إن المولى سبحانه وتعالى غفور لمن تاب إليه ورجع إليه ولو تكرر ذلك منه لإن اللي بيرجع إلى الله بالاستغفار وبالتوبة بيعد من أهل الطاعة ليه؟ لإنه لولا أنه ذكر الله لإنه ذاكر رجع لإنه من أهل الذكر ما كانش من أهل غفلة لإنه لو آخل غفلة يتمادى في اللي بيعمله لكنه من أهل الطاعة فبيرجع على طول حتى لو غلط آه يرجع ده أواب كثير الرجوع إلى مولى بالتوبة والاستغفار ورد في الحديث اللي رواه الإمام الترمذي وابن ماجة عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده إيه الرحمة دي؟ الحديث بيأكد على أن طبيعة البشر ارتكاب الأخطاء الوقوع في المعاصي لكن أفضل الخيرية في بتكمن عند هؤلاء الذين يتوبون ويرجعون إلى الله تعالى كثير الرجوع إلى مولاه وبينت السنة النبوية المطهرة سرعة قبول الله تعالى توبت عبده بمجرد أنه يرجع إليه سبحانه وتعالى سرعة القبول وتمحى السيئات وتبدل السيئات إلى حسنا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا ورد في الحديث اللي جاء فيه الصحيحين عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني ما أصل اللي بيتوب ذاكر زي ما كنا بنقول لولا أنه ذكر ما تاب ولا عاد هو ذاكر شوف أنا عند حسن ظن أنا عند ظن عبدي بي أنا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعة وإن تقرب إلي ذراعة تقربت إليه باعة وإن أتاني يمشي أتيته هرولة العبد أول ما يؤوب يعود يرجع إلى مولاه على طول في سرعة في قبول توبته من الله وهذا من رحمة الله بعباد الحديث ده بيوضح للمؤمنين والمؤمنات فضل التوبة والرجوع إلى الله تعالى وكيف أن الله سبحانه وتعالى يقبل من عبده القليل من العمل ويقابله بالكثير من الرحمة والمغفرة فربي غفور الرحيم وبناء على ما سبق فالأوابون هم الذين يلتزمون بالرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار بعد كل ذن هم الذين يحافظون على رضا ربهم ومرضاته وطاعته فاللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا اللهم من المقبولين